صباح الخير البنات كيف دايري اللبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير والاخير الفيديو ديال اليوم كيف سبق وعدتكم اني غادي نديلكم الروتين ديال العناية بالبشرة فبالنسبة الروتين البنات فاكيد كيختلف من كل سيدة السيدة يعني مشي ضروري اننا نطبقوا جميع الروتين اللي سنشوفوهم يعني سناخدوا بعض النقاط اللي هي مهمة وهي اساسية ودكش الاخر اللي تيبقى ارى تيبقى اكيد اختيار مننا على حسب يعني الامكانيات المادية على حسب يعني البرودو اللي تنشري ولا اللي تناخدو وعلى حسب يعني النوع ديال البشرة ديالنا فكل كيما كان عارفو كل واحد ونوع دياله فبالنسبة لي انا لبنات الروتين ديالي اني تنستعمل غسول يومي يعني في الصباح كندير غسول بالنسبة للغسول كنت بارتجيت معاكم واحد قبل اللي كنت كنستعمل وهذا كنت شفتو معاكم في المشتريات الاخيرة قتلكم خديتو غادي نجربوه هو صراحة مزيان ولكن مشي شي حاغ يعني وعرانيت المهم تيبقى غسول يعني تينقي بغض نظر على انه ما كنحش به انا بانه يعني تينقي البشرة من الاعماق ولكن طريقتي انا اصلا في العناية يعني بالبشرة مورا الغسول فضروري كنستعمل الحليب ديال البشرة اول حاجة كنحس به كينقي البشرة مزيان ثاني حاجة انه تيرطب فمورا هاد الغسول كنغسل فكندير يعني تندير الحليب في الدياب جوج عن طريق يعني المساج وطريقة دائرية تنحاول اندلكو جهي مزيان بما فيه يعني العينين وتحت العين مورا هتناخد واحد هاد ديسكوطان تناخد فيه تنفزق شوية بالحليب حيث هذه اللي ديسكو البنات وخطة تكون لها كالتي ديالهم مزيانة ولا غالي نقع في الثامن ولكن كتحسي بهم بحلة كي يجرحوا البشرة فتنفزق شوية بالحليب وتنعود نمسح مزيان لابو ديالي حتى كنشوف لابو بأنه التنقات ما بقى فيها حاجة مورا ها تندير ماء الورد تندير القطن تاهية وكنمسح مزيان وتنرشو مزيان مزيان كنرش وجهي مزيان بما ورد فما ورد البنات رعندو فوائد كتيرا ما ستتعد ولا تكتحسى يعني نقاوقت ما مقاوقت ما مقاوقت ما مقاوقت شوجهنا بالماء الورد كما سبقت اوقت لكم اني سنحطوه في تلاجة خصوصا في الصيف فسيعطي واحد الانتعاش للبشرة ومورا ها تندير كريم اضغطان لدي ضروري البنات ضروري نرطبوا البشرة ديالنا هاد هاد نصيحة ديما كنعطي لهم ديما تنعطي لكم وغاديم قديما نعطي لكم فتن اضغط البودية بلا كريم مورا ها تندير يعني بيبي كريم بالنسبة لهاد اللي بخدو اللي تتشوفو هنا هما اللي استعملت انا ولي تنستعمل دابا يعني اللي بردو اللي هما مجربا هم زيانين فكن اضغطي فكندير بيبي كريم كي كونتانتي ومورا ها تندير اكراو تهوة كونتانتي غالبا فهذا سيهنيني من انني نبقى ندير يعني الفندوتان يعني نحاول بغي نغطي يعني العيوب بالبشرة مع انه ديما سنقول لكم نحاول ما امكن يعني نعالجوا العيوب اللي سيكونوا في البشرة ماشي نغطيوهم فبالنسبة الفندوتان تبقى في بعض المناسبات ولا مرة مرة يعني نديروش الفندوتان بانه شي حاجه اساسي اننا نديروها يوميا هو ولا انتساغن وننغطيوهم مرة نخنقو البشرة ما تنخليوهاش تنفس فبالنسبة للبيبك خيمة البنات مليك تديره وتديره منه خطصة لدرتي ايك خونتها هو تانتي فتيخلي لك البشرة ديالك بحالة دايرة يعني بحالة دايرة فوندوتة ولكن تتكون ارتباء وتتكون فيها واحد اللمعة ما تتكونش مقشرة ويعني ونعشفة طف هي البنات هدا بالنسبة يعني للروتين ديال الصباح ديال النهار فبالنسبة للمساء فنفس العملية كنديرها كان يعني كان نقي وجهه كان غسله نغسل وجهه يعني بالغسول نفس يعني نفس اللي زيت طب اللي درتهم في الصباح كنديرهم بالليل مراهق تندير يعني سيروم ولا زيت دا بكنستعمل هاد الزيت ما كانش كندير يعني راكين كيل فيتامين او تاوازوين البشرة بالسف مراهق تندير يعني كنديرو كريم دونوي مراهق تنديرو اهد لسوان كونتور ديز يو فهو شي حاجة ضرورية وتنرعي ودي ما أننا ملي تنديروه يعني تنديروه يعني بالبطن ديال الصباح ديالنا بحركات يعني كنحطوها وكننزوها يعني بحالة تنطبطو عليها حيث هذيك المنطقة كنعرفوها حساسة بزاف وكتعرض للتجاعد خصوصا إلي سنعنفوها سواء في يعني في سواء ملي تنبغيو اندي ماكيه وجهنا او ملي تنبغيو نغسلوه او حساس ملي كنبغيو نحطو لي كريم بحالكا وما تنسوش اه وما تنسوش الابنات يعني اللي ليفغ ديالناتا هما نرطبوه وتنقدر نستعملو ليبو ما ليفو بحالكا نستعملو للفازلين اللي تيبقاتا هو احسن حاجة هو الفازلين البنات وان شاء الله في شي مرة نديلكم حي الطريقة زوينة بالفازلين بالنسبة فقط نشير واحد مسألة ملي سنغسل وجهي انا في بعض المرات بالغاتس والمرة سنغسلها كعادي يعني بيدي تنذير صابون وتنغسلوه كنغسلوه وجهي عادي ومرات كندير هاد البغوصة هادي اللي صراحة كنحكم بها كينوحدة صغيرة تدير شي خمستاشر درهم وهادي انا اخذي تابع شين درهم صراحة كتعاون يعني بحالك تدلك مساج وتتغسلوه بواحد طريقة يعني احسن بزاف من الليد وبنسبة لهاد البغوصة كما كتشوفوه البنات باش زبوينة ان كيملي كتسالي منها فاحسن تحطيها على دي كليد اللي كتشبري منها باش كتديري باش كتغسلي وجهك هي باش كتحطيها وكتلصق يعني حسن بالنسبة للفطريات بحالة كم زيانة كتحطيكة يعني ما كتحتاج على وجهها ولا كتقلبي فين تعليقها صافي مورة فاش كندير لي يعني الكريم دونوية ديالي فسافي كتكون البشرة هكا يعني يعني جهزتها انها كتغدى مزيان وكتنفس مزيان وكتكون مستعد تعود نهار جديد لغدلي بالنسبة لكريم بالنسبة لكريم البنات انا كندير كريم دوجوغ كريم دونوي كان نرعي فيهم يعني مسألة ديال ديالاج فهذه المسألة مهمة بزاف نردو لها البل يعني را كل كريم تكونوا فيه يعني سين ديال السيدة ما بين 25 عام 30 ما بين 30 35 40 45 فكلهم تكتبوا فيهم هاد هاد الارقام هادو فنرعي له هاد المسألة هدي لانها مهمة ومهمة بزاف وكل ما بدينا يا البنات في العناية بالبشرة ديالنا في العمر اللي هو صغير يعني قبل ما كتتعرض للمشاكل كل ما كان احسن بزاف بزاف فوق ما كتتخيله وتنبعد على لنا بزاف ديال المشاكل لا التصبغات لا يعني نشوف يد ديال البشرة لا جفاف البشرة لا يعني التجاعد فعدم العناية بالبشرة ممكن يبانوا لنا التجاعد في عشرين ممكن يبانوا في ثلاثين والعناية بالبشرة الدائمة كيبعدو يعني في السن اربعين ما سيكونش التجاعد وممكن حتى الخمسين كاعد كيبدو بعض التجاعد اللي هم مخفاف انه الغاسو اليومي كين واحد سيدة كانت سولاتني قتلي بناس يضرها الماء واش كيناشي طريقة يعني نطويب هالوجه من غير الماء اكيد كينا كين بعض الناس لي ما تقدروش يستعملوا الماء دايما فتنقدروا نستعملوا الحليب يعني بطريقة اللي قتليكم بطريقة المساج وتن نطويب هوجنا وتن نطويب هوجنا بالقطن موراه اما كنديرو لسيون ولكن الاغلبية ديال اللي لسيون تيكون تمن ديالهم شوش شوية طالع فاحسن حاجة انا شخصيا كنديرها هو الماء الورد فموراه اش كان مسحو بالحليب كان مسحو بالماء الورد مزيان وصافي كانت بعادو كليزيتاب الاخرين منهم الكرين ديوجوغ منهم الكرين ولا بي بي كرين والكرين وعاوساني نفس الشيب بالنسبة اللي بالنسبة اللي غادي يقوليا ما نقدروش حنا يعني نشيرو غاسول ما نقدروش نديرو الحليب واللسيون ولا ماء الورد احنا سنغسلو جهنا بالصابون وش هذا خطأ صراحة ماشي خطأ غير خاسنا نغسلو اول حاجة بالصابون دل الحجرة لي ما تكونش فيها الريحة نهائيا ثاني حاجة كنا واحد واحد الطريقة اللي هي خطيرة بززاف الى تبعتها فأتي كل وجه بحلة ديرا تجميل بهذا المفهم هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الطريقة اللي هي واحد الوصفة ديال الدكتور جمال سقلي اللي كنت فايت لي تبعتها فهي واحد الوصفة اللي هي خطيرة خطيرة بززاف كتخلي الوجه بحل المرأة وغير بصابونة وعند مراحل ديالها ان شاء الله غادي نشارك معكم في فيديو لاحق هذا هو الروتين اليومي للاعتناء بالبشرة كنتمنى الفيديو تعجبكم وان شاء الله غادي نديلكم حتى الروتين يعني الأسبوعي لتيكمل هذا الروتين اليومي ومن هنا لتم نقول لكم مسلام عليكم اشتركوا في القناة